السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الفيديو جديد باش ما نطولش عليكم بزاف الفيديو غليكون على يوصف ميري لاعب دي الحسني اللي قلناه انه وسخ العقل من الطرف واحد الجديدة الاخوان بقيت ان تردد بزاف وش ندير هذا الفيديو ولا ما نديروش حتى تأكدنا من ان الخبار صحيح 100% وهذا الشي كي خليك تردد بانك تدير فيديو وتقول فيه هادشي راس صراحة اخوان هادشي كيدر في الخاطر هاد الحرب اللي عن راجع من برا ومن الداخل فاش شوصل بمنخارطة كي يطلاقه مع وكيل اعمال اللاعب يوسف مهري وتقنعه باش ما يجيش الراجع مهدشي اخوان را را خاطر انتا لكن شي ماشي راجعوي ولكت شي ويدادي صير اخوي نخارطة في الويداد يعني بدون ذكر الاسم صير اخوي نخارطة في الويداد وش حبسك شي واحد صير اخوي نخارطة في الويداد وذلك ساعة تجيب لي تشاشره لهم من اللاعب ممكنش المشكلة شكل غادي حبسك اخوان قادية دي لي يوسف مهري باش يكون في العلم ديالكم انه تلقى عرض درسمي من الويداد ديجة كانت مفاوضات غدا معاهم زيان اخر اخر حاجة كانت في العلم ديالنا ان المفاوضات مشات معاهم زيان اليوم يعني الصباح وصل الخبار ولكن را مدرتش فيديو الصباح كنا كان حاولو نتشأكدو من بعد فش اكدنا قلنا نديرو فيديو وران اخوان واحد المدوين را جاوا يرا معروف را تاوا تكلم اليوم على هذه القادية كان عارفو مزيان كان عارفو كيجيب اخبار صحيحة من داخل المكتب ما بغيتش ندير فيديو الصباح قلت كانت تأكد فش اكدت كانت صدمة انه ذاك التامان اللي قال ذاك المدوين را بالصحر اخوان ما بغيتش ندكر اسم دياله تاوا ولكن اللي قرأوه تدوينه را بالصحر اخوان يحاول اعرق الصفقاء يوصف مهري على قبل انه يخد 15 مليون من نصيب تخيل انت مان خارط معك يحاول يبعد عليك الصفقات ما بغيتش اشي غادي دير واحد اللي بعيد عليك في المكتب ومشي راجعوه هادي الحرب اللي كنت تكلمش على الاخوان وبزاف منكم في حالة ما اعجبوه مش الحال او ما تيقوش را كينا حرب على الراجع الاخوان من برا ومن الداخل باش ما تزيدش ما تبقى تجيب انتتشي لاقع ما كرهوش قاع يحيدوا اسمية الراجع يقعوا لا شي تخريجه ويحيدوا الراجع فوصلوا بهم الامر انهم من الداخل المكتب ديال كدش دايجة كنتو كنتو كنتسمعوا ما كينش شرع جاوي ما كنش يسمع انه كين الناس في المكتب كتحارب الراجع اليوم من خارط تحاول يعرق الصفقة دي المهري يعني حدود الساعة مسين في الراجع مسين في الويداد ولكن كيحاول يغير الوجه دياله من الراجع الويداد لدرجة انه قال الوكيل اعمال يوسف مهري انه بعده من الراجع غارقة مشاكل غارقة ديون اللعاب ديالك راما غادي تخلص مواله غادي في الاخر غادي يمشي يدعيهم العكس لمشي الويداد غادي تخلص فوقت دياله ياخد فلوسه كل شي الامور دياله والمادية غادي ياخدها وبلا مشكلة الحدود الساعة وما زال خبرك صدمانة تنذير فيديو ما بغيتش ندير كما قلت لكم فيديو الصباح بقيتش نتردد ماتي ما يمكنش ما يمكنش الاخوان هذا الشيء يتوقع داخل الراجع ما كين المون خارطين نرى عارفين شكل كدير المشكل وهذا الاسم عارفين المون خارطين شكل والرئيس عارف وشكل كان كان تدير بعض العراقيل هو مخبي دابا مشكل مشيت وطيل في كازا بس طلقه مع الواكيل وشافوك وتكلمتي معاه وتتحاول تقنعه بأنه ميزيس الراجع اخوان هذا الشيء اللي كان حاليا باش تعرفوا كما قلت لكم شنو واقع داخل الراجع اكيد سمعتوا خبر دي المحروس دي الاسفيتش هو مش الويداد مازال الرئيس حسب العلم دي النق من بعد مشاورة مع المدرب ديك لائحة المغادرين فغادي يبدوا يحاولوا انهم يبدوا يبيعوا باش يفكوا اللي تيجلي عليهم واو اول واحد يبدوا به هو اكسي المايي اللي يطلبوا مننا وكالاء بعد الوكالاء انهم يشوفوا ليش عرض باش يتباع امقوا معكم الاخوان في الجديد لا كان شي جديد راها غادي نحطون لكم فيديو كما قلت لكم في فيديو صدمه اكيد تسمعوا تشيك ما غديش تشيقوا ولكن الاخوان اللي كي تشيقوا فيها وكيعرفوني راها الخابر صحيح مية في المية يمكن من بعد عدوا تسمعوا الصفحات يتكلموا عليه وتأكدوا ان الخبر صحيح نخليكم الاخوان تيكون شي جديد ان شاء الله ونحطوا في فيديو اللعنكم والاخوان اشتركوا في القناة